السلام عليكم ورحمة الله أربع أشهر تفصيلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2020 ورغم أن الفترة المتبقية ليست بالقليلة وما عدم وضوح خريطة الأعمال التي تخوض السباك كاملة حتى الآن غير أن يوجد ثمان مسلسلات تم التجهيز ليهم تمهيدا لخوض السباك الرمضاني 2020 ومن أبرز النجوم الذين ينافسون في سباك الدراما رمضان المقبل عاد الإمام يوسف الشريف محمد رمضان ياسر جلال وأمير قرارة وهيفاء وهبي وغيرهم الكثير ومن أهم هذه المسلسلات عاد الإمام بمسلسل فالنتينو بعد غياب عن الدراما رمضان لأول مرة العام الماضي منذ سبع سنوات وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يدعى نور عبد المجيد متزوج من امرأة نكادية وتقوم بالدور دلال عبد العزيز ويعاني بالصراع معها ما يجعله يفكر بالزواج من امرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور تجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الحب والاسم أيضا يعود الفنان يوسف الشريف للمنافسة بالسباك الرمضاني بعد توقف دام عامين من خلال مسلسله والنهاية تأليف عمر سمير عاطف ويخراج ياسر سامي ويعتمد المسلسل وتدور أحداثه على الإصارة والتشويق محمد رمضان ينافس النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس مع المنتج تامر مرسي والمخرج محمد سامي وهو من بطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم أحمد زاهر وغادة عادل وروجينة وإدوارد ويحتوي المسلسل على الدراما بعيدا عن الأكشن إذ يتناول قضية الإرس والعائلات وخلافه وهو النوع الدرامي الذي يلتف حوله أغلب الجمهور خاصة في تجارب حقيقية تهم كل عائلة وبيت مصري أمير كرارة ينافس الفنان أمير كرارة في رمضان 2020 بمسلسل الاختيار وذلك بعد ثلاث مواسم نجحة من كلبس مع المخرج بيتر والمؤلف باهر دويدار المسلسل يتناول قصة حياة شهيد السعقة أحمد المنسي الذي استشهد مع عدد من أفراد كتيبته في كمين مربع البرث عام 2017 هيفاء وهبي تعود الفنانة هيفاء وهبي للظهور عبر شاشات التلفزيون رمضان المقبل بمسلسل اسود فاتح مع المنتج صادق الصباح تدور أحداث المسلسل بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري ياسر جلال يتنافس ياسر جلال بمسلسل الفتوة وهو من إخراج حسين المنباوي والسناريس تهاني سرحان تدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الخير والشر من خلال الأحداث الدرامية المختلفة بين الأكشن والرومانسي مصطفى خاطر تعقد المنتج تأمر مرسي على بطولة عمل جديد يجمع بين الفنان مصطفى خاطر وعلي ربيع في دراما رمضان 2020 أكرم حسني يتنافس الفنان أكرم حسني بمسلسل تيمون وممبا مع الفنان أحمد فهمي بعد غياب العام الماضي عن الدراما وهو مسلسل يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويكون هذا العمل تاني عمل يجمعهم بعد ريح المدام الذي قدمه رمضان 2017 وكده نوصل لنهاية الفيديو وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم منا كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة